موسيقى أهلا بكم من جديد نناقش في القسم الأخير من ملفنا المشترك لهذا الأسبوع تدخلات حزب الله في دول الخليج ودوره في اليمن وما هي الآثار السلبية التي انعكست على الدولة اللبنانية بسبب تصرفات هذا الحزب نبدأ كالعادة من فقرة الرصد الأسبوعية التي تنرصد خلالها آراء المحللين والسياسيين والصحفيين لملفنا المشترك حيث سألناهم ما يليه ما الفائدة التي جناها لبنان من حزب الله وما الضرر الذي وقع عليه نبدأ برأي من سوريا ومع الصحفي نبيل شوفان لا أعتقد بوجود فائدة تذكر لحزب الله على لبنان كبلد حزب الله أصلا لا يعمل باسم لبنان هو لا تحتوي أهدافه أي أهداف مشتركة مع لبنان كبلد عربي كبلد مستقل كبلد مدني كبلد حريات كبلد ديمقراطي لاوجد أي من هذه الأهداف لدى حزب الله حزب الله يعمل على دعم أو على مساعدة المشروع الإيراني في المنطقة وهو يتبع لولاية الفقيه الممثلة اليوم بالمرشد الأعلى الخامناء وهذا رأيهم من لبنان ومع الكاتب الصحفي السعد بشارع لبنان لم يجني من السلاح غير الشرعي إلا أضعاف هيبة الدولة وأضعاف دوره وموقعه ففي أي دولة في العالم لا يمكن أن يكون هناك سلاحان سلاح شرعي وسلاح غير شرعي وأجندة يتم تنفيذها عبر الأراضي اللبنانية بالتالي هذا السلاح اليوم تحول إلى عبء على لبنان وإلى مصادر لقراره السيادي ولدولته ولموقعه ولعلاقاته اللبنانية والعربية وباعتقادي أن لبنان يقع الآن تحت وصاية إيرانية تستعد لأن تستكمل آخر فصولها إذا ما فاز حزب الله في الانتخابات النيابية وحلفائه وأخيرا إلى سوريا مع المحلل السياسي الدكتور كمال نبواني حزب الله يستخدم لبنان لمصالحه لمصالحه الايديولوجي وليس لبنان يستخدم حزب الله لمصلحته كدولي حزب الله يغامر في المنطقة من أجل مشروع ولاية الفقه الذي يعني هيمنة إيران على كل منطقة وسيخرج من سوريا مدحورا بعد أن ينجز الاتفاق مع الروس على استبدال الأسد وأخراج إيران وعندها سيخرج مدحورا وسيتعرض المزيج من العقوبات ومن الضغوطات العسكرية والمادية وبالتالي سيخسر ويخسر لبنان معه عندما يجر إلى حرب أو مواجهة حزب الله منظمة لا تعتني بإرادة شعوب المنطقة ولا تعبر عنها حزب الله منظمة مؤدلجة إرهابية تقوم على مشاريع بعيدة عن مصالح الناس وبالتالي محكوم عليها بالفشل على صفحات التواصل الاجتماعي تفاعل المغردون حول قضية تدخلات حزب الله في الدول العربية ودوره السلبي فيها وأثارها تدخلات على الدولة اللبنانية يوجه هادي الأمين رسالة إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله قائلا فيها إلى زعيم ميليشيات حزب الله اترك شيعة البحرين والخليج وشأنهم وكفاكة وريطا لهم ما يحميهم ليس أنت ولا إيران وميليشياتها بل ما يحميهم خير حماية واندماجهم المعافى في أوطانهم وحبهم لدولهم أحمد رمضان وهو عضو في الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يقول أن يبقى حزب الله يصدر الإرهاب ويرسل مرتزقاته لسوريا والخليج لا يجعل لبنان بلدا محايدا بل شريكا في العدوان يجب دهس رأس الأفعى إيران كما وصفها أحمد رمضان ننتقل إلى لبنان مع ساجدة ميقاتي قالت حزب الله فرض أمر واقع أو فرض أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه الذي يزعم أنه سلاح مقاوضة وهو الموجه إلى صدور السوريين واليمنيين واللبنانيين وكل الشعوب العربية أخيرا إلى الجزائر مع أنوار مالك الذي قال حسب منطق المتصفونين أنهما دام حزب الله خاض حرب تموز 2006 مع إسرائيل فيحق له أن ينتهك الأعراض ويغزو الأوطان ويمارس الإرهاب ويقتل الأبرياء تحت شعار المذهب في خدمة المصالح السياسية لعبت أذرع حزب الله في الخليج دورا بارزا ومؤثرا في تجنيد أبناء الطائف الشيعية سواء من أهل هذه الدول أو من الشيع العاملين فيها ليكونوا أدوات اختراق فاعلا بدول الخليج تهدد أمنها واستقرارها الداخلي خدمة لمصالح إيران التي سعت إلى مد أذرعها في دول المنطقة المزيد عن أذرع حزب الله في دول الخليج العربي وغيرها من الدول نتابع التقرير التالي بعد نجاح الثورة الإيرانية ومشروعها في لبنان أوكل الخميني إلى الحرس الثوري تأسيس نماذج أخرى من حزب الله في دول الخليج الست ترتبط بمشروع الولي الفقيه الساعي لمد نفوذه وتصدير ثورته المذهبية الطائفية كان حزب الله مصنفا كتنظيم إرهابي لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا منذ تفجير مقر المارينز في بيروت عام ثلاثة وثمانين لكنه بقي شرعيا في الدول العربية معتمدا على الصورة التي روجها لنفسه كحامل للواء المقاومة لكن بعد سلسلة من الأحداث التي قامت بها أذرع الحزب في دول الخليج وخاصة في البحرين قررت الجامعة العربية في شهر آذار عام 2016 اعتبار الحزب منظمة إرهابية مارس حزب الله البحريني تدخلاته في البلاد من خلال ثلاث جماعات هي سرايا الأشتر وسرايا المختار وسرايا المقاومة الشعبية وفي عام 2011 أجج الإحتجاجات في المنامة بعد أن درب عناصر الشيعية من المواطنين والمقيمين في البحرين في ثكنة الإمام علي قرب طهران كما درب المعارضين الشيعة الموجودين في العراق وإيران ولبنان على تنفيذ العمليات الإرهابية حزب الله الحجاز ذراع الحزب في السعودية نفذ عمليته الأولى في موسم الحج عام 1987 ونظم خلايا نائمة قوام كل منها أربعة أفراد وتورط حزب الله الحجاز بالحرب في سوريا إلى جانب نظام الأسد كما استهدف مصالح السعودية في الخارج عام 1996 كسفارتها في بنكوك وأنقرة كما فجر في العام ذاته صهريجا مليئا بالمتفجرات استهدف مجمعا لعائلات أمريكية حزب الله الكويتي نشأ في ثمانينيات القرن الماضي وغير مسمياته عدة مرات للتمويه وأبرزها طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية وقوات المنظمة الثورية في الكويت وصوت الشعب الكويتي الحر وفي عام 1983 نفذ سبع تفجيرات شملت سفارتي أمريكا وفرنسا وفشلت محاولة له عام 1985 لاغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد وفي عام 1986 تم إحباط خطف طائرة الخطوط الجوية الكويتية على يد عناصر من الحزب في عام 2009 أصدرت دولة الإمارات قرارا بإبعاد مئة لبناني شيعي منتمين لحزب الله الإماراتي وهي بداية المواجهة وفي عام 2015 كشفت الأجهزة المختصة خلايا نائمة للحزب داخل البلاد وفي عام 2016 ضبطت الإمارات عميلا للحزب يسلم معلومات عن الجيش وصفقات السلاح ورغم أن حزب الله ليس له فرع فاعل في اليمن بل إن التدخل الإيراني جاء في علاقة مباشرة بين الحوثيين الذين يحملون اسم أنصار الله وبين الحرس الثوري الإيراني إلا أن حزب الله اللبناني أمد المتمردين الحوثيين بالمدربين كما عمل على تأسيس مطارات بدائية تساعد الطيران الإيراني على إنشاء جسور جوية لإمداد المتمردين قبل أن نبدأ الحوار في هذا المحور نذكره بالسؤال الذي طرحناه على صفحة الفيسبوك لأوريانت نيوز هل تعتقد أن حزب الله حزبا سياسيا؟ تسعة وثمانين بالبيئة من الأصوات لم تعتبر حزب الله حزبا سياسيا فصوتت بلا بينما اعتبر أحد عشر من المصوطين بأن حزب الله حزب سياسي ملاقشة هذا الملف أرحب بضيوفي في الاستوديو السيد أحمد فهيم وهو باحث محلل سياسي ومن اسطنبول ينضم إلي الكاتب الصحفي حافظ قرقوق سيد حافظ أبدأوا معك أسألك عن ما هي وجود حزب الله في لبنان وما أثر على العلاقة بين الدول اللبنانية وبين دول الخليج والدول التي تدخل فيها نعم يعني الحقيقة خلال العقود الماضية من أول ما ابتدأ يتمدد حزب الله ابتدأ يشوش على السياسة اللبنانية كلها وعندما أراد رفيق الحريري الرئيس الحكومة اللبنانية أن يتخطى تلك المعادلة السابقة التي كان يحتمي بها حزب الله بالوجود الأمني السوري والاحتلال العسكري لنظام الأسد إلى لبنان حاول رفيق الحريري أن يعيد لبنان كدولة وخاصة أن يعيد اتفاق الطائف إلى وهجه إلى عمله عبر مؤسسات الدولة تخطى ذلك حزب الله وكان يفشل كافة المشاريع على الأرض اللبنانية ويعتبر بأنه لا توجد دولة اسمها لبنان في أدبياته وعليه كانت علاقته مع دول الخليج ضمن هذا المنهج تمام دعني أشرك في الحديث سيد أحمد فهيم أستاذ أحمد شاهدنا في التقرير عدة شبكات لحزب الله في دول الخليج سؤالي كيف استغلت إيران حزب الله للتدخل في الخليج استغل أبشع استغلال وهذا حقيقة هو دور جزء من مبادئ تصدير الثورة وكما تفضل الأخ الكريم مبدأ ولاية الفقيه ينفي عن هؤلاء قضية الولاء للحالة القطرية أو للمشروع الوطني العربي القومي هم يتحركون بالريموت كنترول يعني كما يوجههم الولي الفقيه خامناء هو من يستخدم هؤلاء المرتزقة لاستهلاك واستنزاف الجسم العربي وتبرير الوجود الأمريكي في المنطقة وتبرير هذه النزاعات وحروب الوكالة التي نراها يوميا استخدموا أبشع استخدام يدربون ميليشيات تقاتلوا السعودية في الجنوب الجزيرة العربية في جنوب المملكة العربية السعودية قاموا بتدريب ميليشيا الحوثي أيضا يعيثون فسادا في أكثر من قطر عربي ويعملون بمنطق العمل الميليشيوي وبمنطق العمل الاستخباري كخفافيش ظلام يعني حزب الله ساعة لنحقق هدف إيران بزعزعة استقرار دول الخليج وغيرها من الدول إيران بالطبع هو يستخدم كأداة طيعة بيد إيران وللأسف لا يجد بالمشروع المقابل من يواجهه بأسلوبه وبمنطقه حقيقة يعني نحن لا نجد لدى الخصم أو المعسكر الآخر قوى إقليمية قادرة على مواجهته بنفس هذا الأسلوب وبذات الطريقة الميليشيوية التي يستخدمها وبالمناسبة هو ليس بتنظيم هيئ على الإطلاق هو قادر على الطحن وأعتى الجيوش العربية يعني لأنه مدرب تدريب خطير جدا هذه الميليشيات عمليات خاصة قوامها أكثر من 30 ألف مقاتل دعني أعود إلى ضيفي سيد حافظ سيد حافظ يعني إلى أي مدى استغل أو إلى أي مدى أدخل حزب الله الدولة اللبنانية في توتر بالعلاقات مع دول الخليج والدول التي تدخل بها وعاث فيها فسادا يعني إلى مدى جدا خطير حقيقة وأثر ليس فقط على اقتصاد لبنان أو على وجوده كدولة ضمن الجامعة العربية له قرار مستقل كان دائما هو أدات كما تفضل ضيفك يعني دعني أنتقل إلى لنفهم الموضوع كليا طهران أو ما سمي بالثورة الإسلامية وهذا الدعاء وافتراء طبعا وليست هي ثورة وليست إسلامية هذه الثورة لا تعترف حقيقة بدول الخليج كلها لا تعترف لو قالت رسميا بأنها على علاقات حسنة وتريد حسن جوار فهي حتى الخليج العربي تسميه الخريج الفارسي هي كافة دول الخليج تعتقدها تابعة وأحدى ولايات إيران وكلنا رأينا هناك تصريحات منفلتة أحيانا تظهر هنا وهناك فرضا عن البحرين عن الكويت عن بعض الدول الأخرى طبعا من إيران تجاههم بأنه ضمن مشروعهم المستقبلي بأنها لا ترى هذه الدول ككيانات مستقلة بل هي تعتقد أيضا بأنها مسؤولة عن أمنهم ولا يوجد هناك لا دول ولا أصحاب قرار مستقلين هذا من جهة هي تعاملت مع لبنان بنفس الطريقة هي تعاملت مع العراق أيضا بعد صدام حسين بنفس الطريقة بعد المشاكل التي في العراق أظهرت إيران على حقيقتها تماما هي ليست فقط ألغط الدولة العراقية بكل خصائصها ودستورها ونشرت الميليشيات طبعا الطائفية وكما يقول ضيفك بالستوديو نحن لا ننظر بنظرة طائفية إلى هذا الموضوع نحن ننظر لها بنظرة استعمارية حقيقة هم يريدون أن يفرضوا علينا منهجا طائفيا حاولوا أن يفرضوا على دول الخليج ويدركون بأن هذا النهج الخطير يفتت الدول من الداخل كما حصل في اليمن وصلت الفكرة تعود إليك دعني أشرك في الحديث سيد أحمد هذه التدخلات التي تحدث بها الكاتب الصحفي حافظ قرقوق وأيضا التي شاهدناها في التقرير وما تحدثت أنت عنه ما الذي ساعد حزب الله على إنشاء مثل هذه الشبكات ما الذي ساعده ويعني جعله فعلا يتدخل في هذه الدول ضعفنا هو الذي ساعده لا يوجد مشروع مناهض لا يوجد مشروع مناوئ لا يوجد مشروع مقاوم لهذا المد الفارسي الغاشم الذي يكاد أن يجتاح المنطقة من أقصاها إلى أقصاها وحتى عندما كان هناك بوادر لبناء شكل من أشكال التوازن الاستراتيجي مع هذه الميليشيا الدموية صدرت الأوامر الأمريكية بوقف الدعم وتوقف الدعم وكأنهم يقولون لهم انتحروا إراديا وكأنهم يطلبون من بعض الدول الإقليمية في المنطقة أن تنتحر إراديا وأن تسلم مفاتيح هذه المنطقة لولاية الفقهة في الحقيقة أنا ما أراه أنه لا يوجد مشروع مناهض وقادر على مقارعة هذه الميليشيا وقادر على مقارعة هذا المشروع برمته هذا المشروع الهادف إلى ابتلاع المنطقة وإلى بناء حالة استنزاف دائم هل تصدير حزب الله نفسه كمقاوم لإسرائيل وحزب مقاوم وممانع ساعده أيضا على هذه التدخلات؟ ساعده جدا وبنى له قاعدة شعبية في فترة من الفترات كما قلت لك مع أن حتى هذا الجانب الإيجابي ليس رجولة وليس شجاعة من الذين يقفون خلفه لو كانوا رجال لواجهوا الجيش بالجيش وواجهوا الدولة بالدولة ولا ما وضعوا هؤلاء المرتزقة كحوائط صد وكدروع بشرية لأن النظام السوري لا يمتلك الرجولة الكافية لمقارعة إسرائيل لذلك هو سيظل يقاتل حتى آخر جندي لبناني طيب سيد حافظ دول الخليج وغيرها صنفت حزب الله كحزب إرهابي وقامت بالعديد من الإجراءات لتنهي إمكانياتها هل فعلا أنهت الإمكانيات لحزب الله خففتها أنت تتحدث عن أمور خطيرة وهو مسيطر على كل شيء كما تقول ولكن في نفس الوقت الدول العربية قامت ببعض الإجراءات للحد من قدراته لا أعتقد لا أعتقد يعني الموضوع ما زال حتى الآن عبارة عن إعلاميا وهم ما زالوا لم يتخذوا الخطوات الحاسمة نحن نتكلم عن دول وكما تفضل ضيفك نحن أمام مرتزقة الآن في لبنان يلغون هيئلية الدولة اللبنانية ولبنان كان الوجه الحضاري للأمة العربية سابقا وخاصة بيروت انظر الآن ادخل إلى بيروت ستجاهها متشحة بالسواد وبإعلام صفراء التي تجل على البؤس في الوجوه أعتقد بأن هذا المشروع الخطير لحزب الله ولي إيران من خلفه يحتاج إلى استنفار على كافة الأصعدة من الطفولة والتعليم إلى الثقافة والإعلام هذا ما أقصده والاقتصاد ولا تكفينا بعض القرارات بأننا نعتبر فلان يعني أمريكا تعتبر حزب الله إرهابي وتعتبر أنها تحارب إيران لكن انظر أين أصبحت إيران طيب تمام سيد أحمد الخطوات التي تبعتها أو التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين للحد من قدرات حزب الله هل قامت فعلا بالحد من قدراته؟ في الحقيقة هذه الخطوات غير كافية على الإطلاق المطلوب للحد من قدرات هذا الحزب أولا تحصين الجبهة العربية والداخلية وبناء القرار الوطني السيادي بمعزل عن القوى الإقليمية الخارجية الخطر لا يتهدد الخليج وحده يا صديقي الخطر يتهدد كل الدول المحيطة والتي تطل على ما يسمى بالهلال الشيعي مطلوب حقيقة تدخل عربي قطري وتنسيق أمن عربي على أعلى مستوى وإن اقتضى الأمر تحرك عسكري على الأرض بطريقة محسوبة لوقف هذا التمدد وهذا الزحف الذي تقوم به فرق الموت الشيعية في العراق وسوريا وعلى رأسها حزب الله اللبناني تمام أشكرك كثيرا الباحث المحلل السياسي أحمد فهيم والشكر موصولا أيضا لضيفي من غازي عنتاب الكاتب الصحفي حافظ قرقوق إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف مشترك تحدثنا فيه عن حزب الله وعن تدخلاته في دول الخليج ودول أخرى ونلقاكم في الأسبوع القادم مع ملف مشترك آخر بإمان الله اشتركوا في القناة